ثم الغزل وهذه الأشياء محرمة كان سلفي ولا خلفي محرم قال النبي عليه الصلاة والسلام ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء وإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء فاتقوا الدنيا واتقوا النساء كل ما ابتعدت من النساء يعني بالحرام كل ما ابتعدت من الحرام المعامل المحرم مع النساء كل ما اقتربت من الله سبحانه وتعالى وكل ما ابتعدت من التعامل المحرم مع الفتيات ومع النساء كل ما ابتعدت من الله سبحانه وتعالى ومن الإيمان الكامل والإيمان الصحيح النساء يحذر أشد الحذر من التعامل مع النساء التعامل مع النساء الغير محارم هو أن لا يكون هناك تعامل ما في عاجزمه في الجامعة ودينك الراسك إن شاء الله تسقو الزاته أولاك تقول لها دينك الراسك أسقو تجيب صفر لأن الكراس بيجبله قلم والقلم بيجبله رصيد والرصيد بيجبله رسالة والرسالة بيجبله مكالمة والمكالمة بيجبله موعد والموعد بيجبله لقاء وبعد ذلك حسره وندامه ما في كراسك خالص إن شاء الله عرفك بيجبله شنو تقول لها دينك الراسك والورداك تشوفك الراسك ما فيه أي تعامل بين الأولاد والبنات اطلاقا اطلاقا أبعد تماما خلاص؟ خلاص قلت بيك الحال أمشي عرس هيدوك الباب كو كو ندير بيتكم رجعوك أرجع أدوك شينا بس انتهى ما فيش رجعوك من الصوم صوم عديل كده ما في حاجة اسمه زول رسل الرسالة وكأنني بعرفك وانت كان هناك وقال ونس بالضابط الشرعية ما في ونس بالضابط الشرعية ما في اطلاقا والله ما في أبدا ونس بين ولد وبيت بأي ضابط من الضابط الشيخ بن باس قال حتى المخطوبة لا يجوز لك أن تتصل بها تلفونيا ولا تمشي لها ولا تمرق معاه ولا تضرب تلفون تقول لها كيف الحال ما في الخطوبة دي واحدة بالزواج بس لا يجوز تشوفها لا تخلو بها لا تتصل بها بالتلفون أبدا دا الحاصل يا جماعة وعلى البنات برضو الواحدة ما تساهر في واتساب اطلاها وإذا الواتساب بيجيب لها مشاكل لأنه اسمه بيصهر بغادع عن أي زول بيكتب أرغام عشوائية تلغي الواحدساب لا هو واجب لا هو مستحب لا هو دين ربنا أمر به من السماء ولا غير ذلك تلغيه طواله لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح بل إذا اضطر الأمر تكسر الشريحة دي والموبايل ذاته حفاظا على شنا جماعة على دينها شكيدة عبد الله بن عمر قال دينك دينك لحمك ودمك دينك دينك لحمك ودمك دين ده أغلى ما تحافظ عليه أما النصيحة في الزواج تقول للإخوان النبي عليه الصلاة والسلام نصحنا نصيحة وهي كافية قال فاظفر بذات الدين والخلق تريبت يدك لما قال تنكح المرأة لأربع لجمالها وحسبها ومالها ودينها فاظفر بذات الدين والخلق تريبت يدك والحديثة أغلب الناس بفهم غلط النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في الحديث أصناف الرجال أربع صنف بيزوج المرأة لجمالها بس بدون دين واحد ليقروشة يقول لك اللي قتلهة وحد عندها عمارة وبئتين وثلاثة عربات ما بقصر أنا دائرة واحد لحسبة يقول لك ده من القبيلة الفلانية واحد لدينة قال أحسن واحد من الأصناف الأربعة البختار المرأة للدين قال الشيخ العثيمين إن الله يجمل للرجل المرأة صاحبة الدين إذا تزوجها من أجل دينها فإن الله يجملها له لكن تزوجها تقول والله ده عملة كيف وما عندها دين تجيب تلقى متواصلة مع الناس بلواتساب مع الأولاد وعندها ستمية صديق وتلقى الجمال ده ذاته كله كريمات وصناعي أول يوم تستحمى في بيت الزوجية كل يزول موضوع إنته تتلقى ولا تواصل فأفهم الحاصل إن الله عز وجل يجملها لك ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه وبعدين الزواج ده ما في رأش فقط دي ما أفهم كثير من الشاب الليلة الزواج ده فيه معاملة للزوج وإنت بتطلع من البيت وبيجيك شغل برة البلاد بيسافر إذا مرتك دي ما عندها دين كيف تضمنها على بيتك أو كيف تضمنها على نفسها إذا هي ما عندها دين وفي موبايل فيه ده وإنت تسافرته شهرين تقدر تضمنه أفهم يا غز وجل ده ما في رأش فقط بعدين الزواج ده فيه تربية أطفال وإنت غد تموت وتترك لها عيال إذا ما عندها دين عيالك دل بيطلع صوفية أو يطلع والله ما ذاك عب حاج أو يطلع بتاع مخدرات أو يطلع بتاع سليسيون أو بتاع بنقو أو بتاع غنى وتلقوهم فلفلين شعرهم كيف ليه لأن انت اخترت المرأة لشكلها وفيك شبه من اليهود كما رويا في الأثر من اختارها لجمالها ففيه شبه من اليهود ومن اختارها لمالها ففيه شبه من لجمالها فيه شبه من النصارى ولما لها فيه شبه من اليهود النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تزوجوا النساء لأجل جمالهن يعني فقط يعني فعسى جمالهن أن يزول ولا تزوجهن لمالهن فعسى مالهن أن يطغيهن ولكن تزوجهن لدينهن ولأمة سوداء ذات دين أفضل هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام ودائما تلقى الرجل المستغير نفسيا وسعيد ورب أنا موسع لي فيهزقه عنده مرة زادين في البيت مرتاح لكن ده أخذ ليه شكل شافه في مسلسل أو في حفلة كان مغترب رسلوا للشريط وتاع الحفلة عرس بالتجيران بنات رقصة مع الأولاد شاف أكثر واحدة بترقص وعامل وشة بسبعمية كرين من الضنقلاي ولا غيره قال بزي جابوها ليه خلاص من أول أسبوع الشغلة تكشفت كل صناعي في صناعي البرنامج تكشف وبعد ذا بيحصل مشاكل وضرب وتلقى الرجل دا مهموم وباله ما مرتاح ونفسياته ما مرتاح ليه؟ لأنه ما استجاب لوصية النبي عليه الصلاة والسلام فاظفر بذات الدين والخلق تربت يدات وعلى الإخوان أهل السنة والجماعة والسلفين إنه يزوجوا الأخوات السلفيات يزوجوا بيت خلت الصوفية كفرت به كفرت بالإخوان المسلمين كفرت بحزب التحرير كفرت بالسرورية ناس عبد الحيوسف كفرت بأنصار السنة بيشقينهم إصلاح مركز عام غير كله كفرت بالجمعية كفرت بالحلبي كفرت بدجال الفتحاب كفرت بغيره ها دي حتعرس مني دي حتعرس مني ما سؤال منطي ولا ما منطي يا جماعة أنا والله أكلمهك بصراحة سؤال منطي حتعرس مني جاوا دي عمها أبوه أجبر بيقول لا صوفي تجاني ماذا يراو واتخالتا سماني ماذا يراو أبوها قال لا يوقيت ماذا يراو صوفية خلاص دا كان صار سنة تلميذ بتاع الفتحاب قالت دا بس ماذا يراو لأنه سبى الصحابة حتعرس منه ما فهموا انت حتعرس منه فلازم الشباب كمان يتنازلوا شوي يا جماعة ويتزوجوا هؤلاء لخوات السلفيات صاحبات المنهج الصحيح خلاس وربنا والله يرزقك منها رزق عجيب من الأولاد الصالحين والبنات الصالحات ودي حتربي لك ولدك ولدك نفس المنهج بتاعها هي وبتاعك انت ولا يطلع منهج قوي شفت كيف يناظرها للبدع يناظرها الصوفية يناظرها للضلال لكن تجيب لك واحدة ساكت تقول والله يا اخ دي جميلة وانا شوفتها في غيره ولا في غيره ولا في الشارع واغلب البنات اللي فات في الشارع دي شينات ما بديك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما من رأسي أنا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن المرأة إذا خرجت انتبه للحديثة جيدا إذا خرجت من بيتها بنات اللي بيطلع وشاوارع ديل استشرفها الشيطان قال ابن عباس استشرفها يعني جملها شو قال بنات اللي بيطلع الشارع وشاوارع اللي بصاد ضيق ديل ومباركتات واشهم بهلوان ديل في الأصل شينات لكن لأنها بتطلع بر الشارع الشيطان ما له غير الكريم بتاعة دونجولاوي وغيره فيه الشيطان عنده كريم تاني خلال بيجملها والله العظيم جدا كلام ده أنا بوريك له خلاص يجملها ليك ابن عباس قال استشرفها يعني جملها الشيطان انت تشوف دي في الشارع البنات اللي بصاد ضيق تقول له ديل جميلات يجب لك واحدة منقبة أجمل من ديل بمليون مرة تشوفها لكن الصورة القبال بتاعة الشيطان شفتها بالشارع كان شنو الصورة مزركشة ودي ما الحقيقة والله دي ما الحقيقة دي ما الحقيقة بس بتخلي الكلام ده كده دي ما الحقيقة عرفت كلامي دي ما الحقيقة تخلي صحبة الدين صحبة المنهج الصحيح وتتزوج ديك اول حاجة بتلقاه شينا زي الرقبة شفتها اللون البرة شفته زمان ده كله ما فيه كله ما فيه الشكل الحجم زيته بتلقاه باختلف لانه الان في حقم بيضربوها البنات بيتسمين مناطق معينة في الجسد عديل كده والله في حقم بيضربوها بتاعة برس ولا سمينه بهك بتقلب ها بستمية جنيه قالوا بتقلب لو نلبيت من راسة ليك ورعينة وبعد فترة ايجاء سرطان بتموت لانه دي كلها مواد كيميائية خلاس وغيره وغيره ده كله ما حقيقة البتشوف الشارع ده كله والبتشوف الجامعات ده كله ما حقيقة افهم الكلام ده كويس لكن الزولة الاصفن العين زائغوا بعاين في الشارع وما يستجيب لامر الله قل المؤمنين يغضوا من ابصارهم ده بتورط والله والله يتورط ورطه وبعد ما يعرس البيت دي يجيك يقول لك والله لقييته في الليل تتونس مع واحد كان زميلة في الجامعة ما كلمناك نحن وريناك الكلام ده من من البداية النبي صلى الله عليه وسلم قال فاضفر بذات الدين والخلق تربات يا ذاتk وأفضل النساء على وجه الأرض أفضل النساء على وجه الأرض السلفية الدين أفضل النساء قال النبي صلى الله عليه وسلم خير نسائكم حديث بالسلسلة الصحيحة صاح Abb niew الباني خير نسائكم الولود المواسية المواتية إذا اتقين الله وشر نسائكم المتبرجات المتخيلات وهن المنافقات طردت الزوج واحد منافغة الحسن ابن علي يروى عنه قيل له ألا تتزوج فلانة لمرأة من الخوارج قال إني لا أرضى أن يبيت في صدري كلب من كلاب النار شوف الكلام ده كيف شو السلف كان بيختاره كيف ذاته قال ما أرضى الكلام ده النبي صلى الله عليه وسلم قال وشر نسائكم المتبرجات شر النساء يوم اللي فات في الشارع المتبرجات واللبسات ضيق في الجامعات وفي أماكن الوظائف للبسات ضيق شر النساء على وجه الأرض قال وهن المنافقات طردت الزوج واحد منافغة وهن المنافقات ده حديث صحيح لا يدخل الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصم اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد والله وصحب جزاكم الله خير بارك الله الحلقة بتاع السبعة عشر قائمة جمع الناس تحشد وتمشي وما منعون مننا الحمد لله رب العالمين فالحلقة قائمة هذه الجمعة الحلقة قائمة الناس تحشد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر